اشتركوا في القناة ولفت المجلس الى ان سياسة المساومة عن نظام الارهاب الحاكم في ايران قد تلقت ضربة موجع بعد رحيل ادارة اوباما معتبرا ان الادارة الجديدة ادركت ان مصالح وامن الشعب الامريكي وحلفائه في المنطقة تتعارض مع النظام الايراني وان السياسة القائمة على المساومة والتماشي والمسايرة مع هذا الجناح او ذاك في النظام لم تعد تجدي نفعا وذكر المجلس ان المؤتمر السنوي للمقاومة الشعبية الايرانية المقرر عقده نهاية الشهر الجاري سيوجه رسالة للشعوب العالم وللشعب الايراني مفادها ان نظام الولي الفقيهة ساقط لا محالة وان مستقبل ايران بيد الشعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة